تساؤلات عدة برزت حول كيفية تمكن الاستخبارات الإسرائيلية من تحديد موقع الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله واستهدافه في الضاحية الجنوبية لبيروت فبينما يعرف نصر الله بحذره الشديد وإجراءاته الأمنية المعقدة تبقى هذه العملية مثيرة للجدل حول الثغرة التي سمحت لإسرائيل بتحديد موقعه بدقة وفقاً لمصادر إسرائيلية جرى استهداف نصر الله بناء على معلومات ذهبية حصلت عليها الاستخبارات الإسرائيلية مؤخراً ويعتقد أن هذه الثغرة ناجمة عن تسريب معلومات داخلية من قبل أحد العناصر القريبة من الحزب فبحسب مصادر قريبة من حزب الله فهناك تحقيقات أجريت كشفت عن خرق أمني كبير وراءه مسؤول في شبكة الاتصالات التابعة للحزب الأمر بات أجبه بلعبة الدومينو وبدأ بقضية تفجير أجهزة البيجر ثم لحقها تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية ثم اغتيال قدر الحزب والغارات الكثيفة على مستودعات الذخيرة والصواريخ وعلى ما يبدو فإن إسرائيل تمكنت من الحصول على بنك ضخم من المعلومات وهو ما أكدته تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بأن لديهم المزيد من الأهداف وبسبب الانهيار الاستخباراتي الذي يعاني منه الحزب الآن أصبح من الصعب التكهن إلى أين تتجه الأمور خاصة في ظل الأضرار البالغة التي لحقت ببنية حزب الله العسكرية أو هيكله القيادي